شوفوا بارب هي ووافق ادي حلوة فكرة حلوة كتير كتير لطخية الملابس خليكم معي وتمتعوا بالخياطة ويلا تشجعوا كلكم بلشوا بالعمل وتسلوا وعلموا بالنوتات كون يشتغلوا هيك أعمال حلوة ويتسلوا أهلا وسهلا فيكم في هذه الأجهزة من الخياطة اليوم نتعلم نعمل مثل هذا الفستان الحلولة باربي نحن نبدأ أول شي نعمل التنورة المزمومة البطانة اللي تحت وبعدين نحن نزم التول من دون خياطة هي طريقة كتير حلوة بممكن دائما تستعملوها بأي قماشة موجودة عندكم بس المهم يكون عندكم البطانة اللي تحتها طريقتها سهلة للتوليل كمان التنورة المزمومة هي مضاعفة حتى هيك تطلع وقت نحطها على الطاولة للبنوتة أو للباربي تطلع هيك مدورة وكتير حلوة كما لكم شايفين التوليل هي على طبقتين هي الطبقة الأولى وهي الطبقة التانية شوفوا قدي حلوة شايفين كمان ممكن هاي الطبقة التانية تعملوها لون تاني ممكن انتو تتفننوا بأي شي موجود عندكم بالبيت ويلا نحن نبدأ مع بعض وأهلا وسهلا فيكم بيكون عندنا أي قماشة ولحنا عملت تنورة مزمومة هلا تنورة الزن في إلها عدة موديلات في زن خفيف في زن مضاعف في زن مضاعف مضاعف كتير يعني بيكون انتو على حسب ما بتكون العرض طبعا وقديش بتكون مزمومة لح تختاروا لقماشة هلا لحنا نحن نعملها على لعبة باربي هلا باربي طولة 25 طبعا ما علي زيادات منجيب مصطرة منحط اياس على لقماش 25 هيك متل ما لكون شايفين منحطه هون علام صغير بالقلم شايفين هون منحط 25 من قربي كمان نرجع المصطرة من كل الأقصام ناخد عدد 25 كما ترون نضع الـ 25 على بداية القماش ونأخذ علام على كل القماش نأخذ علامات ثم نصل إلى العلامات مع بعض هذه هي بداية تقوم بداية الامر كما ترون الامر تقوم بداية القماش هناك فهو العرض نفتل بلد اما اذا做ت ١ لنقوم بداية أكثر سيطلع عرضه أكثر ثم نأخذ طول البنت نقوم بخط ونصل في كل الخطوط ونقص هذا الخط بالمقص الآن أنا هنا عاملة تقريباً ثلاثين العرض ثلاثين وطولة خمسة وعشرين الآن أريد قصة الآن أريد قصة ثلاثين تشجع وقص قماش لتعلم الخياطة ودائماً لأول مرة يمكن أن يأخذ قياس أطول بالقماش الآن قصتها لأنها هي القطعة الآن أزبزمة فرضاً بأيدي سيطلع سيطلع العرض ثلاثين قطعة ثانية سيطلع سيطلع العرض تبع الزم وضعف سيطلع قطعة ثانية نفسها قصة وأريد أن أخذها على المكانة من الطرفها ووصلها مع بعض وعملها من هنا بيت للمطيت وزمها وركبها مطيتها وممكن أن أضيفها عليها التول قصة القطعة الثانية هذه هي سيطلع القطعة الثانية من هذا الطرف من الطرف ومن الطرف الثاني طبعاً سأدرزها على المكانة اللي ما عنده بيعملها بقبرة وخيط طريقة كتير سهلة غرزة بقفة غرزة بيمشي الحال هاي هي القماشة هلا سأدرزها وأرجع لكم هلا درزتها من الطرف وعملت لها الداير باقي هلا مكانة بدي حط في المطيت سأدرزها على المكانة اليدوية لأنه هلا ما في كهرباء هلا بس يجي الكهرباء كمان هاي الماشي الحاق سأدرز بيت المطيت وأرجع لكم وهلا بلشت حط المطيت وقدرزها لحط المطيت لأنه باربي كتير رفيعة خيطت المطيت على شقفة قماشة لكي لا يعني بعد ما ادرزت ترجع للمطيت جوات القماش فهون لحضل أنا كعمشت بهاي الشقفة هاي فكرة ممكن كما تستفيدوا منها ولحا ادرزها مثل ما ندرز أي بيت مطيت شايفين هلا هيك بتنية وبحطة بشدة المطيتة وبدرز على مهلي شايفين بشدة وبتني هيك طبعا بجيبوا مطيتة رفيعة شايفين هلا هون بحطت المطيت بالقماشة بشدة منها وبرجع بتابع لدرزة هيك لحطة خلص كل الدهي خلصت هلا بيت المطيت شايفين شايفين بتكمشوا المطيتات بتشدوها اكتير قليلا شوفوا قدي بيطلع عريض هذا زمن مضاعف كمان في كون تعملوا هيك للبنوتة بتاعدوا الطول طبعا شوفوا قدي كتير حلوة هلأ لحن نكمل الشغل وشو شو بننضف له وهلأ لبست على الباربي شوفوا قدي عريضة شوفين شو حلوة كتير حلوة بتمنى انه تشتغلوا هيك شغيل صحيح هي صغيرة بس تتعلموا على الخياطة في كون تقيتوا بصيروا للبنوتات وكمان للسيدات نفس الطريقة بتاخدوا الطول والعرض وقدما معكم عرضت أدما عرضتوا الاقماش بيطلع المزموم أحلى لعمل تنورة من دون خياطة للبنوتات او للألعاب اي اقماشة موجودة عندكم نجيب حبل طويل او مطاطة نحطها بالداخل طبعا طبعا من نقسمها على النص هون نحطها هيك بالنص نقلب العليا لقماشة هلأ هاي اللقماشة بتصير هيك معنا طاقين ومن نزمها بهالطريقة هيك شايفين انا هاي بدي اعملها هلا على الطول هاي فين هيك بتصير معنا جيبة او تنورة هيك على السرية بعدين من جيب البنوتة او الباربي او اي شي عنا منحطها على الخسر هالطريقة هيك ومنربطها انا هاي بس هتتعلموا الفكرة هيك بتحصلوا على تنورة او جيبة بقيل من داية طبعا انتو بتختاروا لقماشة اللي عندكون هلا انا بدي اعملها على الطول وانا اللي حعملها هون كمان لحعملها قماشة اصغر حتى تطلع طبقتين كمان بنفس الطريقة لقماشة الصغيرة منحطها فوق هاي ومنزمن كلهم مع بعض بنحصل على هاي الجيبة بوقت قليل هلا ممكن بداع اللقماشة انا حطيتها تحطوا مطيطة كمان المطيطة بتشد تعمل الزم متساوي على الداية هلا هاي هاي يعني حسيتوها طلعت شوي سميكة لانه كمان في تحت الكروشة لتنورة شعان هيك بس تيكوا فكرة تقديا حلوة ممكن تخلوا الربطة هاي كمان لقديا هاي الفكرة من دون خياطة ممكن إذا كنت تعملوها مع خياطة ممكن من هون كمان تعملوها درزة على المكانة أو تخيطوها بالقبرة ممكن تثبتو الأطراف طبعا يعني كمان بتصير ماكنة اكتوب بصير دائما بتشلحو بتلبسو البنوتة بطريقة كتير سهلة بعد ما زميت على القماشة الحمرة للتولة البيضة شوفوا قديا طلعت كبيرة وحلوة طبعا في كون تزغروا انتو التول قدم عبدكم بس انا عم بطيكم هلا الفكرة وهي تعتبروها الحمرة بطاني بصيروا بتحطو اي يعني مثلا عنكم عنكم قماشة تشيفون قماشة دانتين بصيروا بتحطوها بتحطو فوقها بصيروا بتجددوا الملابس بطريقة سهلة اتمنى تكونوا استفدتم من فكرة الخياطة ما تنسوا العرض الأول للمنتدى قوائم التشغيل وأهلا وسهلا فيكم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا